كريسيانو رونالدو ليس هدى في العالم الكوريسون نجم في وينبلدون كأس أوروبا تقدم درسا في الجغرافيا هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة أهلا بكم عشاق كرة القدم احتفوا بوصول كريسيانو رونالدو لرقم الإيراني علي دائي كأفضل هدف على مستوى المنتخبات ومن المنتظر أن يكسره في الفترة المقبلة لكن المفاجأة هي أن الرقم القياسي الحقيقي لهدف العالم تحمله الكندية كريستين سينكلر وهو 186 هدفا ويتوجب على رونالدو تسجيل 77 هدفا لمعادلة رقم سينكلر يبدو أن نجم توتنام الكوريسون قد سائم من اللعب دون تحقيق الغاب مع النادي الإنجليزي ليتحول إلى لعبة التينيس سون اقتحم بطولة وينبلدون أحد بطولة الأربع الكبرى وأصبح أحد الوجوه الدعائية لمركة ملابس ترعى بطولة الجراند سلام وسيتم ارتداء منتجات هذه المركة من طرف الحكام الحكام المساعدين وجامع الكرات قبل مواجهة فرنسا والبرتغال انتقل الآلاف من المشجعين الفرنسيين لمؤزرة أبطال العالم لكن جهل ستة مشجعين بالجغرافيا جعلهم يسافرون إلى بوخارست عاصمة رومانيا بدلا من بودابست عاصمة الماجر وقال أحد هؤلاء المشجعين أنهم لم ينتبهوا للأعلام التي رفعت في العاصمة بوخارست والتي استضافت مباراة النمسا وأوكرانيا ظن منهم أن عالم أوكرانيا هو عالم الماجر لكن أحد المشجعين الفرنسيين كسر كل القواعد وشجع المنتخب من الفضاء الخارجي رائض الفضاء الفرنسي توماس فاسكي نشر صورة له على تويتر وهو يتابع مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال من محطة الفضاء كما أضاف توماس بأنه حاول شرح قاعدة التسلل لزملائه الأمريكيين في المحطة لكن دون جدوى اشتركوا في القناة